بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية تشير إلى سبب آخر من أسباب الانحراف وهو محاربة العبادة وأماكنها ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن يعني أي شخص أظلم يعني أكثر ظلما ممن منع مساجد الله منع من ذكر الله في المساجد وهذه الآية عامة لكل شخص يمنع ذكر الله تبارك وتعالى وإن كان ينطبق على أهل مكة الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن المسجد الحرام وهكذا ينطبق على بخت النصر الذي منع بني إسرائيل عن بيت المقدس أن يذكر فيها اسمه يعني لا أحد أظلم من هكذا شخص وهذا الحصر حصر إضافي يعني بالإضافة إلى سائر الموارد التي يكون الإنسان فيها أظلم بمقتضى عظم جنايته وسعى في خرابها خرابا معنويا بمنع المصلين عنها لألا تعمر بطاعة الله أو خرابا ماديا يعني خراب العمارة والبناء وما أشبه ذلك أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك المانعون ينبغي أن يخافوا من عذاب الله تبارك وتعالى لم يشرع لهم أن يدخلوا المساجد إلا خائفين من عذاب الله تبارك وتعالى لا مستهترين ومخربين فمن يسعى في خراب المساجد كيف يدخلها آمنا ينبغي لهم أن يخافوا من الله تبارك وتعالى أو يخافوا من المسلمين أن يعاقبوهم فيما إذا غلبوا عليهم لكن هؤلاء لم يمتثلوا لأوامر الله تبارك وتعالى لذا يستحقون العقاب لهم في الدنيا خزي وذلة بالعقاب الإسلامي لمن قام بهذا العمل أو إخبار بنزول خزي من قبل الله تبارك وتعالى على من يسعى في خراب المساجد لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم حيث يذوق النار مهانا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ليعلم الذين يمنعون ذكر الله في المساجد أن ذلك لا يؤثر على عبادة المؤمنين لأنه لله المشرق والمغرب فكلتا الجهتين يعني الأرض كلها لأن كل مكان هو مشرق لمكان ومغرب لمكان آخر فكل الجهات لله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها وهي ملك له وحده فأينما تولوا فثم وجه الله أينما تولوا وجوهكم فثم في ذلك الجانب وجه الله وجه الله يعني جانب الله أو ذات الله تبارك وتعالى فأن الله تبارك وتعالى لا مكان له فأينما توجه الإنسان فأنه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى أو وجه الله بمعنى طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى فأنه يستعمل الواجه بمعنى طريق الوصول إلى الشيء باعتبار أن الواجه طريق لمعرفة الأشخاص فأينما تولوا فثم وجه الله الله تبارك وتعالى محيط بالعلم والقدرة على كل ناحية فإذا توجه الإنسان إلى المشرق فقد توجه إلى الله وإذا توجه إلى المغرب فقد توجه إلى الله والله ليس جسما حتى يكون له مكان معين يلزم التوجه إليه إن الله واسع عليم يعني واسع علما وقدرة فعلمه وقدرته وسعتا كل الأماكن وكل الأشخاص لأنه محيط بجميع الجهات ولذا لا يحده شيء واسع عليم عليم بما يفعله الإنسان من التوجه إلى أي ناحية أو عليم بالمصالح لذا حول القبلة إلى الكعبة فهو يعلم بأحوالكم فلا يحصر الأمر بمكان العبادة بل يمكنكم عبادته في كل مكان وقد قيل بأن هذه الآية نزلت في رد اليهود الذين قالوا كيف انصرف محمد صلى الله عليه وآله عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة لا معنى لهذا الإشكال من اليهود الله الذي جعل بيت المقدس قبلة لمصلحة هو الذي حولها إلى الكعبة لمصلحة أخرى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين